لو لقيت نفسك بتكسل عن ذكر الله افتكر الخمس حاجات دول بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجة في فيديو جديد أول حاجة تذكر قول الله فاذكروني أذكركم يا على الآية دي لو فهمناها صح فاذكروني بقلوبكم وألسناتكم أذكركم بنعمي وفضلي وإحساني مين عايز نعم ربنا وفضلي ربنا وإحسان ربنا توقف مين يقولي النعم لا خلاص كفاء كده عايز على طول النعم والفضل والإحسان وكرم ربنا على طول ما تؤفش عن ذكر الله عز وجل يا على يدي لو استقر يقينها في قلبك ما توقف لسانك على الذكر فاذكروني أذكركم وعد من ربنا عز وجل أكثر من ذكر الله عشان تنال من خزائن وعطايا ربنا سبحانه وتعالى اتنين الذكر من أفضل الأعمال عند الله عز وجل عاستقارب لله بعمل صالح اذكر الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام والأحديث اللي أنا بقولها كلها صحيحة إن شاء الله ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم يعني عند ربنا سبحانه وتعالى وخير لكم من إنفاق الورق والذهب يعني الفضة والذهب تصور الزكر بيكون أفضل من إنفاق الورق والذهب وخير لكم الأعجب من أن طلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم اللي هو الجهاد في سبيل الله إيه خير من الأعمال دي كلها قال ذكر الله عز وجل مين يغفر عن الذكر ليه أخوانا في المواصلات لساننا بيقف ليه بلاقي الشفاة والألسانة وقفة طب انت بتعملش حاجة ليه وانت عند الدكتور عند الدكتور ما بتذكرش الله ساكت ليه ليه لو انت وقف في طابور ساكت ومجغول بتلعب في الموبايل أو ما بتعملش حاجة اذكر الله عز وجل ليه التالت حاجة بقى إن الذاكر لله من أفضل العباد عند الله قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قيل ومن المفردون قال الذين يهترون بذكر الله دول اللي سبقهم دول العباد السابقين إلى الله عز وجل طب انا بخاف من ربنا بخاف من عذاب ربنا الموضوع ده بيليه نعمل اذكر الله رقم اربعة قال عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله من أكتر الأعمال اللي تنجيك من عذاب ربنا ذكر الله طب انا عايزي بدعي مستجاب اذكر الله لا خمس حاجة ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد دعائهم الامام المقصد الامام العادل والمظلوم التالت بقى والذاكر الله كثيرا يتذكر ربنا تستفيد بكل خير ده غير كده بقى دعاك مستجاب بفضل الله عز وجل يبقى يا أخوان على طول كل ما تجي تكسل افتكر فاذكروني اذكركم افتكر سبق المفردون افتكر أنجى له من عذاب الله من ذكر الله علشان على طول يبقى عندك حالة حماس في ذكر الله عز وجل دعم الفيديو بشير و لايك و كومين شراخ في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم